على عتق من يعني؟ تقع مسؤولية إنقاذ أطفال اليمن من شبح الأمراض والأوبئة التي تفتك بالعشرات منهم بشكل متواصل يعني في ظل استمرار تعنت الميليشيات ومنعها لهذه اللقاحات واعتبار تلك اللقاحات مؤامرة غربية هناك بياتة تتحمل في اعتقاد المسؤولية أولا المجتمع الدولي ممثلا بالأمم المتحدة والمنظمات الدولية التي ساهمت كثير في تدليل هذه الجماعة ومنحها الكثير من المساعدات والتماهي مع عملية التي تقوم بها وبالتالي يفترض على هذه المنظمات والأمم المتحدة أن تعيد النظر في التعاول مع هذه الجماعة وأن تشد على توقف هذه الإقراءات وهذا التمادي عند حد الشيء الثاني أو يتوقف على الشعب اليمني والمواطنين الذين يقبعون في ماتق سيطرتها ينبغي أن لا يظلون مكتوفي الأيدي وينظرون لأطفالهم وهم يموتون بموت مفتعل وموت معد مسبقة من قبل هذه الجماعة وينظرون إلىهم كأن شيء لا يعنيهم ينبغي على المواطنين أن يحدوا موقف تجاه هذه الجماعة وينتفضوا ضد هذه الجماعة ويطالبون حقوقهم الصحية منها حقهم في تلقيح أطفالهم من جميع الأمراض الأوبئة التي قد عفى عليها الزمن وهي تعود ثانمتا إلى الشعب اليمني عبر هذه الجماعة